عندنا نعرض حكاية نفسية مختلفة. هي حكاية لست عندها خمسة وعبعين سنة. جزءها جاء بيشتكي ان مراته بقالها حوالي شهر بيحصل منها تصرفات غريبة زي انها احيانا بتفصل خالص عن الوعي وفي التوقيت ده بتبدأ تقول انا عايزة يعني بتنادي على اسم جزءها اللي هو اسمه عطا بتقول انا عايزة عطا انا في الشقة في المكان الشقة القديمة بتاعتها اللي هي كانت عايشة فيها اول ما تجوزت فيها في نفس الوقت في التوقيت ده بتبقى احيانا عنيفة مع جزءها وضوابطه واهلها وولادها كلهم مسترابين الوضع اللي بيحصل فيه. اما سألنا يعني جزءها عن ايه اللي حصل فقال ان هو بدأ الموضوع من فترة كانت هي شخصية حساسة جدا وكانوا حرفوا بعض عن قصة حب كبيرة وطولوا امهم بيتكلموا مع بعض وبيحكوا لبعض كل حاجة وفجأة من اربع سنين في مرة كان جزءها جات له رسائل على الموبايل فهي بدأت تفتح الرسائل دي فجزءها استاء ازاي انها تعمل كده غير ان الجزءها كان سافر بقاله فترة فكان في شوية ضغوط ومسائل شوية شك ما بينها وما بين جزء اما قابلنا المريضة فلقينا ان اول مع المقابلة الاكلينكية واول ما دخلت انهارت في العياط وبدأت تصوت واما وجهتها قالت لي انا مش عايزة عيش انا مش ده جوزي اللي انا عرفه ولا دي حياتي اللي انا عايزة عيشها واتضح انها شخصية حساسة جدا وفي اكتئاب شديد وبدأت تخش في حاجة اسمها او اللي برونة عليه ده من احد الحيال النفسية اللي برونة عليها النقوس يعني ان الشخص بيبدأ يعيش مرحلة غير اللي هو عايش فيها بواقع قديم وده طبعا بيبقى هروب من الضغوط ومن المشاكل اللي هو بيعيشها زي احيانا ما بنشوف حد كأنه بيتحول لمرحلة الكنين او للمرحلة ما قبل ان هو ايه كان بادئ يعيش ده كله طبعا بيفصر انها فتحت ضغط ويستياء شديد جدا وفي نفس الوقت في اكتئاب شديد وطبعا اللوعي اللي جواها بيطلع في قصة انها عايزة رفضة انها تعيش وعايزة تحن للقديم فالحمد لله مع الجلسات النفسية والكلام ده ومع العلاج ابتدت الحمد لله انها تتحسن وتخلصنا من المشاكل ديت وجوزها قدر الظغوف اللي هو فيها وبدأ يغير من معاملتها ويديها مزيد من الامان والاحساس والمراعاة ويراعي مشاعرها ويتضح ان الزوج برضو بيعاني من مشاكل برضو هي ديت اللي مؤثرة على طريقة معاملته ولكن الامور دي الحمد لله كلها اتحسنت ويعني الامور الحمد لله اللي بقت بخير فناخد بالنا الضغوط النفسية خطرش علينا جدا ممكن توصلنا من المراحل ما نبقاش احنا عايزة يا فيتا ما يبقى عندنا مشكلة نستشير الدكتور النفسي بصورة تابعونا للمزيد من القصص والحكايات النفسية شكرا جزيلا منكم